ما فيش شك إن السوشيال ميديا مليانة فيديوهات في منها الفيديوهات الإيجابية اللي كلها فيها حكم فيها بعض الأمور اللي ممكن تعلم أطفالنا حاجات إيجابية وطبعاً الحاجات دي لا ضرر ولا ضرر منها أما بقى الفيديوهات السلبية فدي لازم يكون لنا واقفة معاها ليه لازم يكون لنا واقفة وخاصة مع أطفالنا وأولادنا لأنهما أكتر فئة بتحب تستكشف عايزة تعرف على كل ما هو جديد وكل ما هو غريب في هذا العالم الافتراضي يا جماعة صحيح يا شازلي يمكن كمان الفكرة بتكمن في المحتوى اللي بيقدم إن كان على فيسبوك بيقدم على إنسترغرام يوتيوب البعض منه للأسف غير مضمون وهنا بيجي دور الأم والأب اللازم يكون يوم دور قوي جداً في توعية أولادهم وأطفالهم من أي محتوى مشكوك فيه أو مش مظبوط أو مش عارفين وعبارة حتى عن إيه ممكن الأطفال يتفرجوا عليه يا شازلي صحيح الأطفال لازم تتفرج على الحاجات اللي تناسب مجتمعاً الحاجات اللي ما تخلفش قيم وتقاليد مجتمعنا التوعية طبعاً مما لشك فيه مطلوبة بس في نفس الوقت لازم يكون فيه رقابة على الأطفال وهما بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لأن السوشال ميديا ليها جوانب سلبية في تأثير على الصحة النفسية للطفل ومن ناحية تانية ممكن كمان تسبب لهم ضرر كبير جداً في التنمية الاجتماعية صحيح يا شازلي الفكرة أنه في بعض الأسر بتعتقد أنه السوشال ميديا هي عبارة فقط عن وسيلة لتسلية الأطفال أو أنها تسكتهم أو أنها تشغلهم لا بالعكس تماماً السوشال ميديا دلوقتي هي أداة اتصال أداة اتصال الأطفال بالعالم الخارجي إن كان الأول أداة اتصال بالعالم الخارجي بتكون من خلال الأسر بعد كده دلوقتي بقت موجودة من خلال السوشال ميديا الأطفال دلوقتي بقوا بيندمجوا إن كان مع مجتمعهم أو مجتمعات أخرى عن طريق السوشال ميديا فبالتالي زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكو إنه لازم يكون فيه دور واضح وقوي من الأسر إنها تقدر تتابع أطفالها لازم أنا أشوف إيه اللي إبني هيتفرج عليه مصيقش مثلاً إن فيه فيديو مكتوب عليه مثلاً بلاس 7 بلاس 8 بلاس 9 مكتوب جنبه السن المناسب اللي ممكن يتفرج عليه لأ أنا لازم أشوف أنا معرفش مصدر هذا المحتوى إيه إيه اللي عايز يوصله وكمان غلطان جداً يا شازي اللي ممكن يعتقد إنه ساعات بيكون فيه محتوى على السوشال ميديا ما بيكونش ليه يعني بيكون وراءه منهج ما بيكونش موجود شيء كده عشوائي مظبوح بالعكس عشان كده إحنا لازم وإحنا نحط مجموعة من القواعد كده لولادنا عشان يمشوا عليه هما بيتابعوا أو بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أنت مطلوب منك كأب ومطلوب منك كأم منك وتخصصوا لهم وقت يستخدموا في السوشال ميديا لازم يكون فيه وقت محدد لاستخدام الموبايل طبعاً بتكلم هنا عن فئة عمرية معينة أكيد مش بتكلم عن الأطفال صغيرين سن 4 سنين وخمس سنين على الرغم من إن بعض الأباء والأمهات بيسيبوا الموبايلات للأطفال في سن سنة كمان وسن سنتين إن هما يتفرجوا على فيديوهات وتبقى دي وسيلة إن هما يلهوهم بيها شايفين الطفل بيعيط الدول الموبايل هو خلاص يتعود من هو صغير على إنه ماسك الموبايل بيتفرج على إيه مش مهم وإنت بتبقى عارف إنه في السنة ده مش قادر يقول أو مش قادر يختار حاجة غلط يتفرج عليها لأنه لسه مش قادر يميز لكن مع الوقت هو ممكن يكون بيتفرج على حاجات غلط فيتعود عليها فينشأ على الحاجات الغلط دي وهي السبب في ده مين؟ الأب أو الأم لازم نحدد وقت معين للأطفال إن هما يستخدموا الموبايلات بشكل عام سواء للجيمز أو للسوشيال ميديا وقت محدد يمسك فيه الموبايل يا جمانا ليه ساعة في اليوم مثلاً ما ينفعش يعدي الساعة صحيح؟ دائماً إحنا حتى بنكلم كنا بنكلم أنا وإنت قبل هواء إنه الأطفال خيالها خصب لسه بيتكون إحنا اللي بنكون الوعي إحنا اللي بنكون خيالهم إحنا اللي بنكون ذكرياتهم هما يعني خليها نقول إنه زي كده أرض بتزرعها حسب اللي هيتزرع فيها الطفل هيكبر على اللي إنت زرعته ده لما بنيجي نقول إن ده طفل مش فاهم طفل مش هيفتكر لا كلنا يمكن عندنا ذكريات من وإحنا صغيرين ممكن لو سألت حد بسر إن كالت إيه من الأسبوع اللي فات ما يفتكرش وعندنا ذكريات من وإحنا صغيرين لا بنفتكر لا بيشكل الوعي لا بيشكل الوجدان فهي نقطة مهمة جداً ولما نيجي نتكلم كمان عن الذكريات أعملوا ذكريات مع أولادك أقعدوا تفرجوا معاهم شوفوا هما بيشوفوا إيه افهموا كمان دلوقتي مجتمعهم عامل إزاي محطهم عامل إزاي عشان تقدروا تشدوهم وكمان تقدروا أن أنتوا تندامجوا معاهم في حياتهم وفي صحابهم وفي اللي حواليهم عشان تكونوا صحاب يعني إحنا نتكلم على الرقابة فيه فرق بين الرقابة والمراقبة الرقابة إن يبقى عارفة ابني أو بنتي بيشوفوا إيه من غير ما حسسهم إن أنا برقبهم أو إن أنا مش واثقة فيهم أو 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 أرائب أخذ بالي إيه اللي الولادي بيتفرجوا عليه إيه اللي بيشوفوا إيه المواضيع اللي بيتكلم بيتكلموا فيها من غير ما اقتحم كمان خصوصيتهم عشان يا شازلي ما تبقاش اللي عايز يعمل حاجة زي ما عارفين وإحنا صغيرين بيعملها فعشان ما حسسهمش إن أنا باقتحم خصوصيتهم لازم أعملها بود وبحب وهي في شعر أرفيعة قوي ما بين إن أنا أصاحب ولادي وإن هما في نفس الوقت ما يتعدوش حدودهم وبالنسبة لهم برضو على قد ما أنا مصدر للأمان والحب أكون كمان مصدر للخوف إن أنا أغنط كل تأكيد أنت أشرت لنقطة مهمة جداً وهي الخصوصية يعني أن الأطفال في سن معين كده من سن مثلاً 11-12 سنة بيبتدي زي ما بنقول كده الطفل يقف على رجليه ففكرة إنك تقول له اتفرج على ده وما تتفرجش على ده ويكون فيه مرأبة شديدة للي هو بيعمله ويحس إن أنت بتختارق خصوصياته بتكلم مين على الواتساب بتكلم مين على بتتفرج على إيه بتعمل إيه كل الحاجات دي الأطفال بيرفضوها عشان كده لازم فعلاً زي ما جمانا كانت بتتكلم دلوقتي نحن نصاحب أولادنا نصاحب أولادنا ونقعد نتفرج معاهم ونشوف بطريق غير مباشر هما بيتفرجوا على إيه نبتدي ننصحهم ده ينفع وده ما ينفعش أنه ننشوف صحيح يا شازلي على أي حل بنصبح على حضراتكم مرة تانية ونبدأ معاكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير والسعادة عليكم جميعاً صباح الخير يا مصر